اشتركوا في القناة بسم الله على بركة الله سنبدأ بالطماطم المجففة انا اخذت شوية ديال السكر وشوية ديال الملح اللي ممكن استغناء عليهم إلا كنتم ما كتستعملوش يعني السكر ففي كنرشو هاد طماطم هادي هي كتزيد هاد السكر و هاد الملح كيزيد يعني الطماطم كتزيد تلق الماء وفي نفس الوقت كتزيدها واحد نكهة يعني كتكون متوازنة يعني شوية ديال الملح وشوية ديال السكر والحمود ديالي في الماطيشة يعني ما نعودش لكم كيفاش كتجي لدي هاد الطماطم هادي انا حطرتها اليوم طريقة ديالي الخاصة ومن بعد نتوما يعني حطروها كيف ما بغيته في التقنية ديال تحضير ديالها كندخلوها الفرن تكون درجة ديال الحرارة ديالو متعداش سعيد وكنخليوها تقريبا ثلاثة ديال سويع انا خليتها ثلاثة ديال سويع عاد ولات على هاد الشكل اللي كتشوفه معايا يعني كتولي ناشفة كتنشف من هادا كلمة كتولي مركزة والمدقة ديالها كيكون رائع جدا انا هنا خليتها غدا نصب عليها غي شوية ديال زيت السيتون اما ممكن انكم يعني تنسموها ممكن تحضرو جوش ديال الشكل اليوم انا حطرت غي هاد الشكل هادا يعني باش نقدر نستعملها في الحلو والمالح وممكن تحضرو حتى يعني تاخدو ديالقنينة هادي اللي غنستعمل هادي وتزيدو شوية ديال ازير شوية ديال ثومة شوية ديال قصبار شوية ديال الزعطرة يعني الاعشاب اللي كتعجبكم وتخليوها كل ما زاد الترقدات كل ما زادو ديك ورقة سيدنا موسحته هي كيزيدو تلقو المدقة ديالهم وكيكون عندها واحد نكهة خاصة لتقدروا تضيفوها الاطباق ديالكم وكتزيد واحد يعني واحد اللمسة زوينة في الاطباق هادي ان شاء الله غدا يعني غدا نتشارك معكم ان شاء الله الاستعمالات ديالها مستقبلا باني اللاعد ازها وجل انا كيف شفتو يعني كنغطيوها مزيان بزيد الزيتون باش كنت هنا ومنها ما كتخسرش تبقى حتى السنة ماشي مشكي انا بالنسبة الهريسة يعني فيت مني تشاركتها معكم انا نقول لكم بعوجالة كيفاش حضرتها ان اني وجدتها باش نحضر بها مقبلات كنت قاعدت ليه هنا انا وليت تبا ما بقيت كنت هنا بزيد الزيتون هاد يعني الفلافل كناخته في الفلاح حارة وفي الفلاح لوا باش ما كتجيناش ديك الهريسة حارة بززاف ونقدروا نستعملوها في اي حاجة كنا ندخلوها الفران كتشوى كنزولو لها يعني القشرة ديالها صافي وما نطحنوهاش مع زيت الزيتون لانا كيت بدل لها اللون يعني كنا ندوزوها في دكتحانة ديال الماطيشة ولا كنقطعوها بالموس ولا ندوزوها في دكتحانة ديال الكفتة صافي من بعد كننشفوها شوية في الماء في المقلة عفوين باش كيت تجفف منا دك الماء وكنقدروا نحتفظو بها مدة طويلة زيتليها شوية ديال الحمض لمصير وشوية ديال التومة وكتستعملو يعني ليقات باش ما تتحققوش في الدكتون صافي وكنعمرو على هزيت السيتون هنا كيف ما شاهتم معي يعني السلطة والمقبلة الرائعة اللي كجيل ديدة بزاف غنتستعملو فيها ان شاء الله هاد الانصاف ديال التنجل اللي دخلتهم الفرن كتشوى ويعني كيف العادارة فيه تمنيت جاركت معكم طريقة ديال الشي ديالهم يعني شحن من مضع هنا قدر ناخد يعني الهريسة الهريسة كنتستعملها بكمية كبيرة لانه ماشي حارة في يعني في هذا الصلاة دي هذا در تحت اه يعني القصبر نقطع كيف ما شاهتم معي ضروري ما نغطيوها هكذا ب يعني نغطيوها بزيت الزيتون في ممكن استعملو الى تقادل لنا دك زيت الزيتون كنعودو نزيدو زيت الزيتون اي هكذا ما كتخسرش لنا تماما تبقى يعني تبقى مدة طويلة انا عمارها خسرت ليه الصراحة بعت المرض كتبقى ليه حتى الشهر ما كتخسرش ليه بالنسبة التوابير استعملت شوية دي القصبرنا ايا بس شوية دي الكامون مطحون وشوية دي الملح وشوية دي التحميرة واستعملت حتى يعني الحامض المصير اللي كنا حطرنا مع بعض وزيت الزيتون وكنحركو هاتشي مزيان مع الحمص اللي بيتو مرقد يعني ليلة كابلة ومن بعد سلقتو حتى كي قرر بتسلقو كنزيدو ليه شوية دي الملح باش ما يجيناش باسل صافي كنخلطو مزيان هاد السلطة هادي كل ما بقعت كل ما احسن لانا باش كتشرب مزيان هادوك التوابير كنت نسيت واحد الفصيص ديال التوم عددتو من من بعد كل ما بقعت هاد السلطة كل ما كتديت تلدات لانا داك الحمص كي يشرب لينا التوابير كنخليوها هاكدا خاصة الى كانوا وجيين عد نطياف وبغينا نحط رافقو بها الاسماك ديالنا حتى كنبغيو يعني نقدمو عاد كن نسخنوها في المقلب لما نطيبوها باش نبقى هادك التوابير تبقى محافظة على النكهة ديالهم ولكن ندخلوها الفرن يعني ممكن نسخنوها في الفرن يعني نسرحوها في واحد اللاطة ونسخنوها في الفرن ولكن ما نخليوهاش بزن هي كتتتخنتها في وكننا نقدموها ممكن نقدموها حتى باردة يعني كتمشي حتى باردة على حسب الضوقة ديالكم ممكن نقدموها هاكدا يعني في طبي سلات هاكدا اولا انا غدا نزيد عليها حتى الدنجال اللي كيعطيها واحد النكهة خاصة يعني كتجي كيتوتو مع بعض بواحد شكل رهيب نتمنى ان شاء الله تجربوها في اقرب وقت يعني سلطة صحية وفي نفس الوقت الديدة اه في بلاست الدنجال ممكن اه نضيفوه حتى القرعة ولكن خاصة تكون مشوية في الفرن يعني تشويوها في الفرن بنفس الطريقة انك تجي واحد نكهة اه لديدة بزاف كيتوتو مع بعض مع الدنجال هاكدا يعني اخذيتو اه يعني تشوالية هاكدا مقطع ديجا يعني مع شرحت اذوك اه الانصاف يعني شرحتهم بالموس عد دخلتهم في الفرن يعني غضا ننزوله معي هاكدا بالمعلقة فقط حتى كنا نكمل الكيمية اللي عندي كاملة ديال انجال بناتش كلي عندهم العطلة احنا بدت عندنا العطلة البارح اه اه المدينة اللي انا سكنة فيها يعني اه اه العطلة ديال اه شهر ابريل هناكي شفته معي زدنا شوية ديال اه القصبر وشوية ديال اه الهريسة الهريسة كيف قلت لكم اه بما انها ما حاراش يعني كندوقو ويلا خاص كنزيدو يعني كتزيد هي واحد النكهة الطبقة ديالنا نقدر ان نستعملوها في اي طبق لكي يكون مالح لانك تزيد تلدو وها في وها هي الصلطة ديالي صبحت واجده غدا نعود نعمر بها هدوك الانصاف ديال بنجال يعني انا اختاري تقدمها بحال هكدا ومسو ما ممكن تقدمها طبي سلاس او مهم على حسب التوق ديالكو سافينا غدا نعمر بها هاد الانصاف هادو وملي غدا نبغي غدا نغطيها اه هاد اللاطة هذي وغدا ندخلها تلاجة وملي غدا نبغي نقدمها ان شاء الله غدا ندخلها الفرن غي تسخن واحد شوية سافي وغدا نقدمها ان شاء الله وغدا نشارك معكم يعني التقديم ديالها باذني الله في اه فيديو قادم باذني الله عز وجل و اه وغدا نشارك معكم كذلك احتى اه مقبلات اللي حضرت سمننا ان شاء الله تجربوهم كيف العداء وتردو علي الخبار وكان شكركم بزاف اللي كتخطو من وقتكم وكتشو اه يعني اه اه ام تشاركو معي التطبيقات ديالكم الله يجازيكم باخير اه ممكن تلتحقو بنا في اه الصفحة ديال الفيسبوك اللي هي كويزين فاميلي ولا احتى اه المجموعة كويزين فاميلي واستقرام تهو كويزين فاميلي اه نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو دياليو من الاعجاب ديالكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا